اه خيك كان كتير داعم للرئيس اه الجمهورية مشارعون. عاوني خيك. اه وقتا وقتا كمان اه صارت الاحداث وفل الرئيس. هو فل هيدر لبنان. هو فل بالا عالقد بالالفين وواحد من لبنان لانه اه لما طلع الرئيس لحود وعمل النشرة الجنرال عمون. اه. من فرنسا ووصفه برئيس تحت الاحتلال. وكان عبوزع عن لقط. فصاروا كل يوم يعملون المحاكمات كيف بيعملوا هلأ بموقوفي. فل على امريكا. فل على امريكا. وهايك عم بيف هلأ له امريكا. انه كان يعني بخرج اه جديد من الياسوعية مهندس. وعمل ضابط. هو ضابط ما بيتلاحق. فبعدين صروا انت كان عندك حب كتير كبير اه لرئيس مشارعون. بعده هيدر فوق. ايه ما خلاصة لهو بالاخر انت شو بتربع على الصورة. كنا بنتذكر. بس انت اليوم بعدك. انت اليوم بعدك عونية او بعدك بتايدك الفكر العوني. لا. انا بتحب كتير العونية. اكيد بحب. انه انا كنت ضد الوجود السوري بلبنان يعني شو. لا بس في فرق. ما خاص انا ضد الممارسات. بتحب غير حزب. ما ضروري بس العونية. لا لانه اه متل ما انت عم تقول انه فيك تكوني قوات بس ما كان فيه يكون قوات لانه عندهم تجربة بالحرب مع مع خالي. فما كان فيه يكون قوات. شو تجربتهم? انخطف خالي من قطل. على اياد القوات? اي بزحلة. اسمه ليس. لك الفرق. ايش? ام. كان معه اصحابه اسلام. الستوري بتقول ما ما استلموا يعني ما هو ما ما استلموا. اول مرة بيمكن بتتحكي بهذا الموضوع. بس انا قلت له اياها لدكتور سامير شعجة. خبرتي. اكيد اول ما طلع. انا امي اول ما طلع بكيت. تعرف? زعلت. اكيد. لانه خية وحيد. عمره ستاعة عشرين سنة كان خية لما الخطف. ولهلأ ما استلم مجردته ستة وجدة. ماتوا بحصرته. ان انا لو ما كانوا باميركا ستة وجدة. مجدين ابنهم. نو نو. لو ما كانوا باميركا كنت حتشوفهم بخيم اهلي المفعوديين. قلت له بخاف منك. انا الاسم بخوة. ما كنتش اعرفه لانه اساسا. وكل شي بعرف عنه هو الحرب. وهيدي الصورة. بس صراحة للعمانة. اول ما شفتوا انه انا اه بخاف. يعني لحظة اللي طلعت خفت. حسيت عن جد طلع حدا. انه قاتلين خالي. رفت. بعدين قلت له بس بعدين غيرت رأيه. يعني صرت حتة على مام بقلة. ماما ما بتعرفه اكيد يعني. بقلة انه انه هو مش زيت الصورة اللي انت عندك اياها. انه كمان هو تعلم من الحبس. انه بالاخر ما كل اغلب الزعمة بلبنان هن ميليشيوية. وميليشيات وزعمة ميليشيات. فهو لانه تجربتنا مباشرة. معه بقصة خالب. يعني اليوم مسلا بتحب تشوف اه دكتور جاجع رئيس جمهورية. ما بيعني لك. بيعني لها البلد عن زود حدا يشيله. لا لا ما بيعني لك. ليوم اكيد في عندك انت بتنعم بشخص. تعالي متل ما انته قلت. وقت الرئيس هون. كنت من الناس اللي عم بيقولوا انه نقف هالتحدي مع هذا الرجل. انه اشها رجع فت عب عبدة. وكانت لحظة حلوة. انه. هلأ بقلك. يا ريت ما صار رئيس جمهورية. مش ان هيك ما راح اخذ. ليه يا ريت ما صار. كان اقوى قبل. اكيد. اكيد. برأيك. برأيك هو. برأيك رئيس تحدي بايد البلد ما بيزبط. بس برأيك هو بده التغيير. وما عم يعطوه الفرصة انه يغير. ولا هيدي قصة ما خلونا كذبة. برأيه هو متل ملك عنده مملكة روعة. روعة. لا بيجي عليها ناس. ومحاصرة بشوك. لا حدا بفوت عليها ولا حدا بيطلع منها. شو بتصير للمملكة? حبس. هو هيك صار فيه. كان يقول انا بدي الجمهورية ما بدي رئيسة الجمهورية. نقلبت. اخذ رئيسة الجمهورية. بس بسببه هو يعني هو غير حديثه ولا بسبب العوامل. لا لا. ايضا نزام الامرت اللي نحنا فيه. وصل لمرحلة انك انت آآ شحاد لدرجة ان الدول اللي فيها تعيشك وتعيشك ازدهار بس بتسكر البواب بتصير انت عايش بحبس كبير. وهي ده اللي صار. لانا اتحرر من النزام اللي نحنا تعودنا عليه اقتصاديا وسياسيا وتبعية. ما بتحب ما بتحب تشوفي رئيسة الجمهورية. ولا حدا ولا بحب بحب بدي جمهورية انا ما بدي ما بدي بدي جمهورية هلا. ما بدي شيء. لا منهم اكيد لا. انت مع انه البلد يبطل مسلا رئيس مجلس النواب شيعي. رئيس الحكومة. لا بدي قلعك انا ضد يعني. لا انجات عم بتسألي. لا بس انه يمكن الواحد طي يحافظ على انا هيدا المنزام مش معترفي فيه لدرجة. ما عم بحكي طائفيا بس انا عم بحكي كتوازن. انا لا اصلا بتوازن شو? توازن شو? هو لمواطنيا. ما انا ما بفكر انا زيت شيء متلك ازا هيك. ازا انت بالنسبة ايلك توازن يعني خمسين خمسين خمسين. انا ما عم تقولي لي هلأ انا شو بفكر انا عم بطرح عليك. ولا انا لعندي عقدة مناصفة وما مناصفة. ناس مواطنين. مم. ان شاء الله بتكون شو ما بتكون دينك. انا تعطيني بلد متل الخلق. انا اليوم لما بدي اوصل بحياتي فكر بدي جمع لأسما مصاري. بس بتبس عجاد يعني ما بتخافي. بس بعد في وجود. لحظة شو يعني دولة اسلامية. انه شو? جمهورية اسلامية. كتبع قوانين اسلامية. ما بخاف انه في يعني. يفرد علي قصص متر ما عايشين يمكن بالسعودية. فل. فل. بتفلي. اي. يعني بتخافي. طب حي انا بقى شو بدو يجوزوني متل ما هن حطين نزام طائف فلت ما جوزت هون. دواجت مدني. اي. يعني في فل. لما ما كون رادية بفل. بس طالما. الحل هو دورة مدنية. مش رادية. الحل هو دورة مدنية. الحل بكل العالم انك تطلع الناس من عصبيتها. مش انك تقوية. لما النزام طائفي. مثل النزام اللي هو عرقي. هولي بتدلك معايشكك كل عمرك بصراعات. الصورة. الصورة غيرت شي. اي. كنت معها الصورة ولا كنت ضدها. اكيد. كسر. كسر. كسر تخوف يعني في كتير في كتير ديوف قالولي اول كام يوم كنا معا بعدين بتطلنا معا. نحنو مفكرين انو كارنفال يعني. انو انا بالنسبة اللي. بس تتحورت لكارنفال. ما خاص. صارت احتفالات واغاني. اليوم اسأل اللي عيش باوتاوة او باستراليا او باخر الدنيا. ولا حدا صار مع حفلات. شو بيقلك? بيقلك هيدول كلهم يعني كلهم. هيدا والتبويات. وانو ييز زعيم لا. تخبتي باخر انتخابات. نون. ورحت عطي تساعدت. مش غلط? لا مش غلط او شي ساعد بترابلوس. اه. بس كان عفكرة هيدا الانتخابات كان بدي انتخب لانو نسبية. وكانت بدي انتخب واصف حركة. اه. صراحة. اه لانو انا بنتخب ببعض دا وهو نازل اه يعني مجتمع مدني. فانا كنت مع هيدا التجربة المجتمع المدني. ومواطنون ومواطنات في دولة بوقتها. المجتمع المدني برأيك بينجح. بتآمن بمجتمع مدني بينجح المجتمع المدني. خاص انا بآمن انو هاي اللي وجوه فشلت. ميم ما بدو يجي غيرها. ما عندي. برك اللي اجه اسوأ. ما راح يكونوا اسوأ هولي ناس. شسنا الثورات خارج اللبنان. شو عملت? انت جيت الاسوأ. هولي ناس بس تتعرف ميليشيات. يعني انت بيمكن يجي السيء بكلمتين عا تويتر بتكسر له هالته بيسقط. بس انت اليوم ازا بتجيب سيرة واحد من هزا عمل ميليشيات. بيجي كزوبة بالالكتروني. مش بس ايك بيطلوك عالطريق بنزلوا بيكسروك. لما شيل هولي جمعت الدم من السلطة. هيدا اللي عم بقلك ايه. بتخافي. بتصير تعمل سبعينة تغيير. بتخافي بتقدر بحساب بتقولي. لك انا بقلك شالي بس انا دايما بقولها. ما عنديك محسوبيات. انا لما هربت العالم من البيوتها. حب تموز ومن ضمن اهلي. كنت انزل غطي الحرب تحت الطيران. في انا عالارض والطيران بس جاو. وما خفت. في سؤال سألتوا لها في راس وقتا كان ضيفة عن الصورة اللي. ما هيخوفوني هولا الحركات ولا مرة. في سؤال سألتوا لها في راس عن الصورة اللي بتجمعكن مع الوزير والصعب والوزير جبران بسير. بدي شوف ازا رح نال نفس الايجابة. ايه. ايه. ما كان لك انا عم نتعش. ما عارف في او جاي من الكويت. ايه. غندي. ايه. شو ايجابة. ما رح عالك شو ايجابته هو. لا هو ما خبرك ايها. بلا بس نشوف ازا ما انت فينا على بس الجوية. كلها سهرانية جاي رفيقه من الكويت. رفيقه اصحابهن اه. اه. يعني بيقته اشتراكية الناس اللي بيعرفهن. فهو نحنا عم نشربوا ايه كيه. ومبسوطين يعني سهرانيا. فاليا. فكانوا الوزير ليسبو صعب. ووزير الباسيل. ومعهن شانطال مرته للوزير باسيل. اما. قال له غانتي خليني بدأ تصور وابعتها للشباب. اه نفس الاجابة. لا ما هي هيك صارت صراحة. بس انه سلمنا على انه تصورنا.